بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم الذي نتناوله في هذه الظلال هو الاصطفاء الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن واسلة ابن الأسقف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بن هاشم هكذا جملة من الاستفاءات التي كان نتيجتها وآخرها استفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعملية الاستفاء في الحقيقة العرقي أو الاستفاء النسب أو استفاء الأسر أو استفاء القبائل أو استفاء الأقوام هذا طبيعة موجودة عند البشر في القديم كانت الناس تفضل الناس وفق الأعراق أو وفق القبائل أو وفق المكانات التي كانوا عليها وربما حتى في الفكر البشري كان إلى عهد قريب يعني ربما أقل من قرن كان الناس يعتقدون أنه هناك استفاء لأعراق معينة هذه الأعراق تكون هي التي لها الحق في أن تحكم الناس والتي لها الحق أن تقرر مصائر الناس ولا الحق في أن تكون هي المتحضرة وغيرهم متخلفون إلى آخره ولعل من بين الأمور التي شهدها الناس ويشهدون عليها ونقرأها في التاريخ هذا الحرب العالمية الثانية التي قادها الألمان انطلاقا من العرق الآري يعني الاستفاء هذا العرق الذي يعتبر نفسه أنه هو العرق السامي الذي ينبغي أن يحكم الناس ويخضعهم لما اختار من أفكار واختار من آراء وما إلى ذلك وطبعا كما قلت تاريخ البشرية مدة طويلة يعني فترة طويلة من الزمن والناس يعتقدون أن هناك أعراق مميزة عن أعراق أخرى بل ولتزال ليومنا هذا أن العرق الأبيض والأحمر يرى نفسه مقدم على الأعراق الأخرى ولعل أيضا من آخر ما سمعنا الجنوب إفريقيا الذي كان نظاما مبني على التميز الألوان يعني أن العرق الأبيض هو الذي ينبغي أن يسود ويحكم الأسود أيضا هذا اللي موجود الآن اليمين المتطرف الموجود في الغرب الآن اللي هو يعتبر أنه هذا العرق الأوروبي العرق الأبيض والصاحب العيون الزروق إلى آخره يعتبر نفسه مقدما على الأعراق الأخرى الملونة سواء كانوا السود أو الملونين الصينيين أو الهنود أو ما إلى ذلك هذه الأمور كلها كانت موجودة عند البشر وكان الناس يتميزون بها بل حتى الذي يكون دون يشعر بهذا الدونية تجاه الفوقي هذه الفكرة جاء الدين جاء الإسلام وجاء ليقضي على هذه الفكرة في الحقيقة بمبدأ جديد بتصور جديد للحياة البشرية أن الذي ينبغي أن نتمايز به هو الفعل الخيري والقرب من الله سبحانه وتعالى وما كان إضافة للإنسان ابتداء من الأصل الأول الذي خلق الله عليه البشر الله سبحانه وتعالى خلق البشر وجعل الناس الإنسان هذا هو في حذ ذاته معزز مكرم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أيضاً ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه على كثير من خلق تفضيله يعني التكريم البشر هذا الذي لا يجوز أن يعتدى عليه ولا ينبغي أن يستهان به الإنسان من حيث هو ينبغي أن يكون مكرماً ابتداء ثم تأتي الأعمال الصالحة اللي لازم تعتمد في حياة الناس حتى أن ربي في صورة التين والزيتون والطورسينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فخلق الله الإنسان هذا في أحسن تقويم في خلق عالية في رفع إلى آخره ثم ردناه أسفل سافلين إذا انحرف عن القيم إذا انحرف عن المبادئ السامية التي تحافظ على هذا الخلق السامي أو على هذه الخلقة الهائلة حينها ينزل وردناه أسفل سافلين فتصبح أخلاقه فاسدة وأخلاق منحرفة ومتعدة إلى آخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الذين سيحافظون على هذا المكسب الذي اكتسبه الإنسان اللي هو التكريم الإلهي ينبغي أن تكون أعمال الإنسان مطابقة موازية متوازنة أيضا مع طبيعة الخلقة إذا كان الله خلق الإنسان في أحسن التقويم في خلقة عالية في صورة سمحة في مظهر حسن إلى آخره لا ينبغي أن تكون أفعاله يعني مخالفة لهذه الطبيعة الخلقية السامية ولهذه بمعنى ينبغي أن يكون هناك متوازن ولعد الله سبحانه وتعالى جعل الأساس الأول الذي يمكن أن يرفت انتباهنا هو أن تكريم الإنسان يوافق رسالة التوحيد التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني لابد من أن يقول بمعنى الإنسان هذا الذي خلقه الله على أحسن خلقة يفقده هذه الخلقة ويفقده هذه القيمة حينما يتنازل عن التوحيد حينما يتنازل عن العمل الصالح حينما يتنكب لعبادة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الخيرية التي أرادها الله منه سبحانه وتعالى أمام هذا المدخل ما سر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه اصطفى يعني خيره أو اختاره أو وضعه في مكان غير التي كان ينبغي عليها هذا هو الأصل الأصل في مسألة البحث متعنا في هذا الحديث اللي هو قضية الاستفاء الإلهي الاستفاء أيها الإخوة هو طبيعة بشرية يعني الإنسان دائما حينما يريد الإقبال على أي عمل على أي فعل على أي نشاط تجده أنه يختار من بين جملة من الخيارات يعني الزوج الرجل حينما يريد أن يتزوج تجده يحاول أن يصطفي من النساء زوجة تنائمه في شكل من أشكال سواء في مظهرها أو في أخلاقها أو في عملها أو في ميزة من الميزات أيضا المرأة حينما تخطب تجدها أيضا تصطفي وتختار من بين الخاطبين فتقبل هذا وتقبل هذا وترفض وترفض هذا بناء على معايير معينة عندها في ذهنها أيضا إنسان يتاجر مع إنسان آخر تجده يتاجر مع فلان ولا يتاجر مع علان بناء على الاستفاء بناء على الاختيار أيضا يختار من الممتلكات يريد أن يشتري سيارة يريد أن يشتري بيت لباس تجده دائما يحاول أن يختار من بين معروضات معينة وحتى إذا فرض عليه شيء واحد تجده الإنسان يتقزز من هذا يرفض أن يفرض عليه شيء واحد ولا يضع في محل الاختيار لماذا؟ لأن الإنسان جبل على الاختيار حتى في التدين ربي عرض التوحيد الصح وهناك أيضا خيارات أخرى اللي هي تدينات أو عقائد أو خيارات التدين موجودة يعني بين يديه عندها معتقدات النصارى معتقدات اليهود الوثانيين الملاحدة إلى آخر هذه كلها موضوع مع التوحيد يعني ربي سبحانه وكاد له الحق في أن يفرض علينا وبعد ذلك جعل هذا الدين التوحيد عبارة على قيمة من القيم المعروضة ضمن قيم أخرى ويختار منها الإنسان فعملية الاستفاء وعملية الاختيار هي طبيعة بشرية ورب سبحانه فطر الناس عليها يعني فطرهم على أن يختاروا لماذا؟ لأن الإبتلاء أو التكليف هذا هو أساسه إذا كان هناك تكليف بمعنى هناك اختيار هناك قدر عن الاختيار هناك قيارات موجودة عند الإنسان ولذلك حينما نتكلم عن الاصطفاء أو أن الإنسان يتكلم عن الاختيار لا يتكلم عنه كخصيصة هكذا جاءت سقطت من السماء وإنما هي جزء من الطبيعة البشرية لماذا؟ لأن الإنسان جبل على أن يختار بين جملة من الخيارات الموجودة ومدام محمد صلى الله عليه وسلم هو من بين ملايين الناس الذين كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام كان لابد من أن يظهر لنا عليه الصلاة والسلام أنه اختير من بين مجموعة من الناس وهذه المجموعة من الناس هي أيضا كانت قبائل هو مثلا هو كان من بني هاشم وبني هاشم جاءوا من قريش وقريش من كنانا وكنانا من ولدي إسماعيل عليه السلام هذه هي يعني كأن الله سبحانه وتعالى أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح لنا أن هذا أي كيفية كيف كان هذا الاصطفاء فالاستفاء ليس يكون هكذا من جملة من البشر مجهولي النسب كذا ووجد من بينهم محمد عليه الصلاة والسلام هكذا واقتطاعه وقال هذا هو نبي لا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أراد أن يبرز لنا القضية أو قضيته هو كنبي أرسل برسالة الخاتمة على بعد مجموعة من الرسل الذين كانوا قبله عليهم الصلاة والسلام أنه أختير ولكن وفق منهجية معينة هذه المنهجية المعينة هي التي سنتناولها في الحلقة المقبلة ولذلك من الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة